شيء آخر لازم ندركه عن الله الله هو إله غير مزاجي الله مش بغير طبعه مش بغير فكره الله مش بنزل آية في العهد القديم وبينسخى في العهد الجديد الله هو عنده فكر متناسب أو فكر متناسق متناغم في جميع صفحات الكتاب المقدس نتعلم أنه الله بيظهر في العهد القديم بيتكلم عن الله البار والله العادل ثم نتعلم مش بس أنه هو خالق ومسيطر ومهيمن وله السيادة الملك فالله أيضا هو الذي طبعا لأنه غير مزاجي فهو عادل وعندما نقول عادل الله غير ظالم وهذه الصفة لا تتمشى على شعب معين يعني الله بفضل أم عن أم الشعب عن شعب وإذا فيه اختيار في العهد القديم مثلا شعب الله في العهد القديم قال لأنكم لستم يعني أفضل من باقي الشعوب أو من سائر الشعوب لكن الله اختار بسبب وعده لأبينا إبراهيم وبسبب شخصه طبيعته مجده بسبب شخص الله حتى يتعامل مع البشر من خلال قوانين من خلال شرائع من خلال عيلي من خلال طبيعته اللي بيظهرها وبيعلنها للناس فالله صفاته تسير بإحكام بتوازن وتناغم تام الله بيغيرش الله مش بيحب شعب لذلك فهو يكره شعب آخر فهذا مهم جدا أنه ندركه في البداية عن طبيعة الله فالله لا يغير فكره الله عادل اشتركوا في القناة